اشتركوا في القناة 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 كان فيه تاجر كبير جاو جاو في اسكندرية وكان غني جدا وعنده ولدين واحد اسمه بوترس والتاني اسمه بولس وفي يوم من الايام اتفضلي عم جيرجس اذي كاسر ذهب اللي اتفاجنا عليها معقولة دي ابو بوترس طب ومستعجل ليه يا راجل يعني اتبوط فيهم وتقول لي مستعجل ليه يا زيد الخير كتير والحمد لله نشكر ربنا على فكرة انت النهار ده ضيف النهار كل وما تقولش نروح لا ما مروحش بس قول لي لاو ده بحنيه على الغداء خروف خروف ايه انت مجمع خروف بردك ده احنا ده بحلك طبق عدس مع ده كارين باصة لاخضر ايه قلت ايه تكونش يا راجل ناس مننا في الصيام الكبير ناس ده ايه داني لو نسيت مرة تتفكرني عن طريق اجلتها السمينة دي خد عندك يا سيدي الصبح فول بالزيت الحار والغداء ابصارة ويمكن تجلب عادس في المناسبات اما العشاء عاد شلولو الله يحزك يا راجل ايوه 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 إلع الباب انا جهي هو افتح يام بطرس نانا ومعي عام جرجس محج غريب سلام سلام ونعمة ازايك ام بطرس نشكر ربنا وانت عاملية بطرس يا ولدي آه الحمد لله أخي المركب ماشي طب خل بالك يا ولدي للمركب تغرق اللجل يا رجل يا طير أنت مش هتوكلنا باجا وليه يا رجل لجت نفسك لأول قوم يا أم بطرس قوم يوضى بالنك دي طبق عدس على كيفك من يدك الحلوة دي بس كده من عناية يا بطرس من عناية لتنين منورنا يا عم جيرجس على فكرة الظهر أن والدي بيعزك جدا أنه عزمك على الغدوة الحلوة دي يا ولدي الأكل مش مهم مش أساسي يعني لو ما كناش لحمة هيحصل لنا إيه هنموت لا طبعا اللي نهتم به فعلا هو إيماننا وعلاجاتنا مع الرب يسوع الحجوه الحجوه عم جيرجس الإيمان هبط عليه فجأة وبجاجديس الله صحيح يا جماعة هو فين بوليس أيوه صح هو فين بوليس أخويا يعني هيكون فين في الكنيسة زي عدته كنيسة كنيستي دلوق إحلي بجينا الظهر قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فذهب وابع أملاكك وعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة كنيسة زي عدته مضى حزينا لأنه كان زي أموال كثيرة فقال يسوع لتلميذي الحق أقول لكم أنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات وأقول لكم أيضا أنها مرور جمالين من صقب إبرتين أيصر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فلما سمع تلميذه بويته جدا اتفضل يا ابو نسحاد أكاس الدهب دي تبرع مني لإكمال المباني في كنيسة أم النور أنا بنياب عن بال أبا في كنيسة بشكرك يا بوريس يا ابني شكر وحده الرب المجد اللي دينا الخير ده كله ولم كانتش الأموال تتصرف في عمل زي ده هي بقى تتصرف في إيه فعلا يا ابني حتى لقاها بتقول محبة المال أصل كل الشرور وديك سمعت إنجلي النهار ده بيقول إيه فعلا يا أبي محبة المال أصل كل الشرور وأنا مش عاوز أعمل زي الغاني الغبي لأن ربنا قال له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي عددتها لمن تكون وبعدين كنسيتنا تبنت بتمن غالي جدا هو دم أجدادنا الشهدة اللي حافظوا على الإيمان ضد الإطهاد وانهاجي إيه بسوستهم طباك يا بولي سيادم انت بركة كبيرة الرب يرعاك ويحافظ عليك لأنه قال في إنجيل معلمنا لؤ البشير لا تخف أيها القاطية الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملاكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السموات حيث لا يقرب صارق ولا يبلي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا خد 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 من يد اللجمة دي تسلم يدك الله أحلى أكلة بكلها يا بابوترس في الصيام إيه هي العدس خابر الحاكم نصحنا وقال لي إيه عليك والعدس مفيد وطعم حلوة جوي وأم من ده كل التوفير يا بوي يا رجل يا بخيل عمرك ما هتتغير يا ججس يا بوي ده إحنا بجلنا كتير جوي ما تحك ناشك ديه أيوة على رأيك بس تعرفوا بجأ إيه الغدوة الحلوة دي نجسها واحد مين بوليس حسن لله يا ابني ربنا يخليك ساعدني أرجوك ده أنا راجل موسين يا ابني حسن لله ساعدني ساعدني أرجوك ساعدني ربنا يخليك بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السموات حيث لا يقرب صارج ولا يبغي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا خد يا راجل يا طيب خدي كمان ربنا يخليك يا بني مبسوط؟ ربنا ينجيك ويحافظ عليك ربنا يحرصك من كل شر ربنا ينجيك ويحافظ عليك ربنا يحرصك من كل شر ده لازم بولس كون بفتح يا بطرس يا ولدي السلام لكم سلام يا أمي يا حبيبي إزايك يا عم جرجس نشكر ربنا يا ولدي بقالنا فتر ما شوفناكش يعني مش شاغل يا ولدي الدنيا كلها مش شاغل أيوة كان بيأكل في حتة تانية صدقني يا عم جرجس العالم كله يمضي وشهوته معه كله هيروح شهوة العيون والجسد وتعظم المعيشة اتا كمان هتوجع دماغ عم جرجس بالكلام بتاعك ده سيب يا ولدي سيب بولس معا حك إحنا للطيور واخدنا وانسينا ربنا لكن ربنا عمرو منتين لحظة واحدة يا راجل يا طيب أيوة كلامك صح لكن قولي يا أخوي انت واخدناك ده في دوكة بكلامك الحلو بتاعك ده اللي هيمس الجلب لكن قولي انت كنت فين لحد دلوقت شغلتنا عليك والدنا كان قلقان عليك قوي أنا كنت في الكنيسة وبطرس عارف والسيد المسيح قال ينبغي أن أكون فيما لأبي المجد لإسمه لكن يا ولدي الوقت تأخر وما فيش جدديس بتجعد متأخرك ده انت ناس يا ولدي ان احنا في الصيام الكبير والقدسات بتبقى متأخرى وبعدين أنا كمان عدت مع ابونا سحاق شوية بعد القداس وأخدت بركته ايوا ايوا ابونا سحاق ابونا سحاق ده بركة كبيرة جوي عم نقول لأنا كنت جاعد في الكبير يا بوي ايه ده مالك يا ولدي ارحاني يا بطرس امي ايه مالك سلامتك يا ببطرس اجم شديد جوي يا بطرس يا ولدي يا بطرس روح نادل حكيمه بسرعة حاضر 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 وانت يا بولس يا ولدي ايه ده كمعين دخلت يوه استريح يا ولدي تعالى يا ولدي يا رب يا شوح علي مال اتسند علي علي مال اتسند ايه الحكيم اتأخر قوي الحكيم وصل ما تجلقوش يا جماعة دي اكيد حاجة بسيطة ان شاء الله ممكن تستنوني برا شوية يلا يلا أولاد كلكم يلا تعالوا نستنوا برا شوية والحكيم هيشوف شغلة ما تجلقوش حاجة بسيطة ان شاء الله انا هلقان جدا يا بوترس هلقان ليه دي اكيد حاجة بسيطة الرب يدبر يا ولدي قولتك انقرادتك جبل كل شاي قولتك انقرادت الرب خير طمنا ده عمره ما تعب ابدا طمني يا ابني لا 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 ما تقلوش دي حاجة بسيطة وظهر انهم شوية قلم وهيزولوا يريد تيجي على قد كده وبس بس اهم حاجة انه ما يتحركش من سريره عشان خاطر صحته انا همشي دلوقتي ولو في اي حاجة ابو بعتولي سلام مع السلام يا دكتور انا الاني هم جرجس الرب يدبر وفاتت شهور كتير ها وبعدين يا ابونا شوقتنا وايه اللي حصل بعدك ده ما نجا ياهو في الكلام اكفل يا ابني الدكان شطبني ما لسه بادر يا ريزق دي الشمس لسه مغربتش ولا يعني عشان صاحب المال مش موجود ايه قصدك ابو بطرس يعني ايهو ومدام هو مؤمن على ماله وهو مريد يبقى من الواجب انا نحافظ عليه يا اخي يا اخي ما بقلاش منه الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده تعرف اني زعلان جدا على الرجل ده واه هو كان من بقية عيلتك الرجل دي لو جراله حاجة ما نعرفش اللي ممكن يحصل لعياله بطرس وبولس وامهم والفلوس المثالة اللي دي هتروح فين ولمين ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح أرجوك يا إلهي أحفظ أبي أعينه ليتحمل هذا الألم الشديد يا رب أنت وحدك القادر على كل شيء وأنت وواهي بالحياة يا رب لا أطلب أكثر من رحمتك علينا ولتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا لتكن مشيئتك يا رب أمين اتفضل اتفضل يا بطرس اشرب كباية الميا دي بالهانة والشفة أم بطرس عاوز نشوف بولس هاتلي بولس بسرعة سرعة أيوة يا بطرس في حاجة إيه؟ هتفضل قاعد في قطك وقافل الباب على نفسك كده على طول والدنا عاوز يشوفك ويتكلم معك شوي يلا ولا ناوي تفضل قاعد هنا طيب طيب أنا هروح له تعالى يا بولس يا والدي أنا جيت هوا يا والدي زي ما حضرتك أمرت ما تلاقش يا والدي أنا بصلي لك لطول وبركة أقوم النور هتخف وتبقى أحسن من الأول كمان فاكر فاكر يا والدي فاكر ونا صغير لما كنت أركب رحوصهم وتفضل تجري ورايا تجري كيف لقا؟ أنا أفضل أجري أجري فاكر يا والدي 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 لا رد علي والدي أمي بطرس الحقوني الحقوني في إيه يا أمي في إيه أبو بطرس لا رد علي أبو بطرس رد علي رد علي أبو بطرس لقد أبو بطرس رد علي أبو بطرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودفنت الحب معك الشوق حالف ما يسبني والدم يا ابوه غلبني والدم يا ابوه غلبني وبعد كام يوم اتنيحت ام بطر السبولسية كمان وكان الولاد حزنانين وفي حالة صعبة جداً وبعدين يا ابوه ايه اللي حصل يا ده حكاية ولا في الخيان ده اكيد حصلت حاجات كتير يا ما ما بس يا هادش حاد خليها نسمع بقية الحكاية اهي يا با العمدي ماني اصلي متشوق جاوي الباقي الحكاية يا كامل يا ابونا شوقتنا شوف يا سعفان وترطأ لودانك الكبيرة دي واسمع الله فاد دلوقتي اكتر من شخر على وفاة امنا ماقدرتش تستحمل اللي حصل لولدي في موضوع وامر خطير لازم نتكلم فيه يا بوليس وجمع عدو خير المراس المراس مراس ايه مراس ابوك وامواله واتجارته اللي سابه مراس تعرف يا بطرس تعرف انا صغير كنفس اعمل ايه ايه اعمل زي بوليس الرسول تعرف كل اللي لما افتكر انا صغير ام المرجحة دي بتاعتي انا الحاجة دي للناس الكبيرة اللي زيه وانت لسه صغير انت فاهم لسه صغير بس والدي اعمل للمرجحة دي وقال لي انها بتاعتي معلش يا بوليس تعالى باجى يا حبيبي عشان نجرى في الكتاب المجدس زي ما تعودنا كل يوم باسفار مرارا كثيرة باختار سيول باختار لسوس باختار من جنسي باختار في البرية باختار في البحر باختار من اخوة كذبة في تعب وكد في برد في أسهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أسوام مرارا كثيرة في برد وعرين والمجد لله دائما انا بحب او بوليس الرسول يا امي كلنا بنحبه يا ولدي قد ايه هو بيحب بابا يسوع جاء وعطش وصام وكمان عاش في البرية ثلاث سنين وكل ده عشان كان بيحب الرب إلهه عنده تحج يا ولدي تعرف يا امي نفسه بقى زيه نفسه بقى زيه نفسه بقى زي بوليس الرسول وعيش في البرية نفسه بقى زي بوليس الرسول وعيش في البرية شوف انا بقول ايه وانت بتقول ايه بقولك توزيع المراس تقولي برية انا مش مهتمة ابدا يا بطرس بالموضوع ده بس انا شايف اننا لازم نتكلم في الموضوع ده خلاص براحتك بصراحة يا بوليس انا شايف ان اتجارة والدنا كانت كبيرة جدا والاموال ما لهاش حدود وعشان كده هي محتاجة واحد مننا احنا بس يكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة وطبعا عشان انا الكبير وانت الصغير يبقى اسم تلحق انت التلت وانا التلتين الحاجة دي للناس الكبيرة اللي زي وانت لسه صغير انت فاهم لسه صغير اي اسم تحق دي وبقى اي سلطان تاخد النصيب الكبير عشان انا الكبير لكن ده حق يا بطرس انت مش لسه قايل انك مش مهتم بالكلام ده لكن انت اصرت على الكلام في الموضوع ده وانا مش موافق على الاسم دي اسمع يا بولس هي دي اسمت المراسل اللي هتكون عجبك ولا لا انت فكرك عشان انت الكبير وانا الصغير يبقى تنزل عن حقي بالسهولة دي انا خلصت الكلام اللي عندي عشان انا اصغر منك تقوم تظلمني وتحرمني من نصيبي ومن مراس والدي شوف يا اخويا لو حكمك ده مصر عليه يبقى مفيش غير القاضي يحكم بيننا حاوز توديني للحاكم يا بولس الرب يحكم بيني وبينك ايه الحاج يا ستفانوس مش ده بضوش لبنضا والتجار فاخص صغير يا بولس ايوه صحيح وذي الرايحين على فين ايه ده فيه جنازك مين الرايح فيه بولس ارد علي يا بولس يا بول هو مين اللي مات يا ابن الراجل اللي مات ده كان من اغنى اغنياء البلد اموال مالهاش حصر عنده الدهب والفضة ما كانش ليهم عدد عنده لكنه ما عملش حساب اليوم ده وديه خرج من الدنيا من غير من يوملك شيء واحد ولا حتى ما نبسه السمينة راح راح في طريق اللي مايرجع ومات مدفع از شره وخطيته محدش هيخرج فيها يا ابن وساعة الحساب مفيش غاني وفقير ولا كبير وصغير كل واحد والرب يعطي كل واحد كنحو اعمال يلا يلا يا بطرس نرجع الدار والقادي يلا يا بطرس يا اخوية خلاص الوعز الاعظم قال كلمته وعز مين وانت واقف مع ابونا بتعمل ايه انا 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 مش روهم حاجة الرب يدبر كل شيء هو يعلم انه ما فيش في قلبي اي شر نحيطك صدقني يلا نرجع واوعدك انه ما تكلمش في موضوع الفلوس والاموال ده الاخر العمر يلا بينا ايه يا بطرس كنت فين شوفناكم ماشيين ورا بعض مو بتكلموش بعض قلني يمكن متعركيا ولا حاجة لكن دلوقات رجع وحدك ليه فين اخوك بولس الله ايه ده ده كان رجع وراي راح فين يا ده راح فين بولس يا بولس 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 او راح فين بولس بعد كده يوجونا مالجيش غير مقبرة كانت غرب بلدهم فضل جاعد فيها تلت ايام يصال لربنا لا كان بياكل ولا بيشعر ولا حتى خاف من شيء لانه كان واسق انه ربنا معاه بيحفظه ويجويه ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح الكلمة ابن الله احفظ نفسي وانا جني من الذين يتهدون آمين بقالي تلت ايام يا عبد مكيركس بدور عليه ومش لقيه انا مش فاهم ليه ده كله يعني كل ده عشان المال وجاه ملعون المال اللي يفرج الاخوات والاحباب عن بعضيهم انا اللي غلطان انا اللي غلطان يا عم جيركس ما كانش لازم اعمل معاه كده انا السبب انا السبب لا لا يا ولدي لا ايه دك ده اه روى جمعه بس يا ترى هو فين دله يا رب ارشدني للطريب لا تنساني يا الله فان المياه قد بلغت الى نفسي انظر الي لا تخف يا بوس الله يحفظ نفسك من كل سوء ويدافع عددك انا هنا لكي اساعدك واخذك الى موضع حياتك الجديد اتبعني يا بولا حيث تخدم السيد المسيح وتكون له خادما مبارك انه هو اسم الرب اله الكوات مبارك انه هو اسم الرب اله الكوات اشكرك يا رب هو ده المكان اللي ربنا اختره لي صحيح يا رب انت ما بتنساش حاجة انت قلت لو نسيت الامر اضعها انا لا انساها يا نخلة طويلة بضلل علي وجنبيها عين مية انا فعلا عشان صحيح يا رب كل العمر معاك مضمون كل العمر معاك مضمون انت رعاني ويدك سود تلفع راسي ما هيكو انت يا ربي ملك الكو عندك بطرح كل هموني خوفي وقلقي وكل زنوني وسط تجاربك بتحني تفتو انت يا ربي وعين دامس حبك وسط الالام ليه قربك كل السلام ينسوا عندك كل الامر ينسوا عندك كل الامر كل الرجاء كل العزاء كل الضمام لابس حبك وسط الامر ليه قربك كل السلام ينسوا عندك كل الامر كل الرجاء كل العزاء كل الضمام ارض الغربة معاك بتهون رحلة عمري يوم وريون تشهد انك اب حنون خيرك ليه يفيد ويدون مالجأ ليه في كل ايامي لا بتتركني ولا بتنساني لابس حبك وسط الالام لابس حبك وسط الالام ليه قربك كل السلام ينسوا عندك كل الامر كل الرجاء كل العزاء كل الضمام لابس حبك وسط الالام لابس حبك وسط الالام ليه قربك كل السلام ينسوا عندك كل الامر كل الرجاء كل العزاء كل الضمام اشكر ربنا يا ولدي اشكر ربنا علي ايه بس يا ولدي دا ارادة ربنا ولازم نكون خدعين ليها قالي ماشي السلام انا السلام افضل ندمان طول عمري على اللي عملته معا افضل ندمان طول عمري على اللي عملته معا سمعت اخر الاخبار عن تجارة سيب بوتوس اه بيقولوا ان نخسر كتير في الجارة في الاقام الاخيرة بيقولوا ان قاعد في داره وبينزلش منها بقالوا دلوقتي اكتر مشاعر ماذا لنا له يا سيدي سابي المدينة كلها وما حد شاعف راح على فين يطلع راح فين الملمة يمكن مد اللبس دا ما بقاش ينفعني دلوقتي بس سلبس ايه اه او مجمع الليف من النخلة واصنع طوب منها انت انت اللي اسمك ايه بتعمل ايه هنا انت مين يا ابني يا ابني الصحة اللي دي ملهاش امان هتروح فين من حاولات المتوقحشة ولان احيشة ومن عقارب والتعبين روح روح مكان مجيد لانك انت mechanism اللذي اعطيتانا السلطان الان ادوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين فليتمجد اسم الرب فليتمجد اسم الرب يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي نجيني وخلصني من يد العدو غير المشفق والتحل رحمتك علي والتقوي نفسي حتى أكمل سعي برضاك إلى اليوم الذي أقف فيه بين يديك الحنون يا ملك الظهور لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين يا مرة على يدي الوقت يجي عشرين سنة ساكن في المكان ده ما حسيتش يوم يا رب إنك نسيني أشكرك يا رب أشكرك سلام سلام النام ما لك يا ولدي شايل الهموم ليه لا أبدا ما فيش يا همراسك ما فيش أنا أنا ماشي إيه اللي أنت قلته دي الرجل بين عليه عجز ومخه فاول وبعدين هو لازم يفوق من اللي هو فيه دي مسكين أجاية خوه للسم أسرة فيه طوبة للرجل الذي لم يسلك فيه مشورة الأشرار وفيه طارق الخطاه لم يقف وفيه مجلس المستهزئين لم يجلس بولا بولا افتح يا بولا افتح يا بولا الجنود بتجري ورايا افتح انت مين انحقني الجنود الإمبراطور جايين ورايا دخلني عندك أربوك انقذني يا بولا انقذني يا بولا عرفتي اسم ازاي هو في حد ما يعرفش الرجل أنت واحد كدس البارية انت مين يلا هدفني ولا لا هو يا رجل أنت كده ايهوها من قدامي الرب يندهن لا الرب يندهن لا بلاش صليب بلاش صليب بلاش صليب والآب والإذن، والروح القدس، والإله الواحد آمين معجولي، كل ده حصل للأم بابولي ما بس يا دي شحاتي، خل بونا بولي سيكمي الحكاية قديني انكتمت هو، مبسوط يا جناب العمدي مبسوط بساني باجا عندي سؤال اسألي عرفت منين يا بونا كل الحاجات دي عن الأم بابولي وكمان محاربات الشياطين ليه؟ مع أن الحكاية على علمي، اكثر يا رجوي، وما فيهش تفاصيل انت هتعمل لنا مصاجفة عاد ولا ليه؟ عندك حاج، في حاجات أنا قلتها حصلت بصحيح والكل عارفها وفي حاجات تانية أكيد حصلت زي تجارب الشياطين هو مش بولة كان إنسان زينا، وجعت البرية سنين طويلة، تفتكر يعني ان الشياطين خافت تحاربه؟ لا، عندك حاجي يا بونا، كم يا بونا باجي الأحكاية؟ طب اسمعوني كويس وافتحوا دنك ارحمني يا رب أنا الخاطئ ايه ده؟ مين هناك ده؟ هروح أشوف بنفس أحسن ايه؟ خايف مني ولا ايه؟ قرب أكتر، أنا إنسان زي زيك وبتعمل ايه؟ ايه ده اللي بتعمل ايه هنا؟ خسارة، خسارة تموت نفسك في البرية هنا بقالك أكتر من خمسة وعشرين سنة ايه؟ ما زهقتش يا أخي، ما نفسكش تشوف أخوك أخوك بطرس، يرجع يا بولا وكفاق صلى وصوم واعتكاف بقى ايه، ما بتزهقش، كفايا يا أخي؟ العالم يمضي وشهوته معه ونسبت العالم باختيار منه حبا في ربه وإلهي ومخلص يسوع المسيح لأنه لها كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين انت فاكر إنك ستقر علينا؟ انت بتحلم، وانت مش قدنا يا أفي نهي ايه أفي نهي أنا فعلا مش قدكم لأني أضعف منكrian تحاربوني كانسان عادي لكن بقوت رب المجد يسوع وصليب المحي أنتصر عليك وعلى أعوانك أيها الشرير العنيل مش هنسيبك في حالك يا بولا مش هنسيبك يا بولا مش هنسيبك يا بولا الرب نوري وخلاصي ممن أخاذ أعني يا إله أعني لك أنتصر على إبليس وأعوانه آمين بولا بولا طوباك يا بولا تشدد وتشجع أيها الرجل البار أم نور أم نور بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه الكدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع زنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفضي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك شبابك شكرك يا إلهي الحنوم الذي يرسل إليه كل يوم عند كل غروب هذا الغراب مبارك مبارك هو اسم الله الحي الذي يخرج الخبز من باطن الأرض أيها الرب انقذني من هذه الأفكار التي تحاربني أريد أيضا أن أسألك يا إلهي لماذا يموت البعض صغار ويطول عمر آخرين ولماذا البعض فقراء والبعض أغنياء ولماذا ينجح الأشرار في طرقهم أما الأبرار فبدكات يمرون يا أنتونيوس يا حبيبي اهتم بخلاص نفسك فقط لأن تكبير هذه الأمور هو حسب مشيئة الله وليس لك أن تعرف شيئا عنها ليكن كقولك يا رب ليكن كقولك يا رب الرب يعني يا أخوتي ويرشدني الطريقة بنتنس الطريق طويل جدا وأنا تعبتي يا بيوصف هو ده بقى طريق المسيح واللي يختار المسيح يمشي في طريقه عشان يوصل له فاهم يا بني عجوب الرب يساعدنا ويكوينا مدوا شوية علشان نلحج أبونا جاب الغروب استرياحوا يا أولادي حياة الجهاد حياة صعبة ووعرة يا أولادي وكل واحد منكم لازم يمشي في طريق سيد المسيح الصعب فاهم يا عقوب يا ابني كلمني يا أبوي كلمني يا أبوي عن السيد المسيح وجاء إليه الفرسيون والصدقون ليجربوه فسألوها أن يريهم آية من السماء فأجاب وقال لهم إذا كان المساء قلتم صحوا لأن السماء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى وللهنا المجد إلى الأبد أنا عاوزكم أنتم اللي تفسروا الفصل ده من إنجيل معلمنا متى البشير نبتدي بالأصغر سنا أعتقد في رأيي أن السيد المسيح بيدين علامات على أن الزمان قد اقترب وأن إحنا بنسهل علينا جدا أننا نميزة لأننا بنعرف نميز الأيام فبالأحرى نميز موعيد الله أنا متفج مع أبونا في رأي مع إضافة أن يونان بيشبه السيد المسيح فالسيد المسيح قد تلت أيام في القبر ثم جاء ويونان قد تلت أيام في جوف الحوت وخرج حيا آية أبونا يوسف تفسيرك إيه للآية اللي أرناها الحاجة يا أبي أنا أنا محتار ما عرفش طباك يا با يوسف لأنك وجدت الطريق الطريق هو الاتضاع لأنك عرفت تقول لا أعلم إحنا علاقتنا مع البلاد اللي حوالينا علاقة قوية وذا بالطبع هيفدنا من النحية العسكرية والتجارية مولاي الإمبراطور كوستنطين الفضل كل الفضل يرجع أولا وأخيرا لتخطيط وإدارة جلالتكم ولولاك ما كانتش الإمبراطورية وصلت اللي هي فيه دلوقتي عارف عارف يا عزيزي مقدنيوس ومع ذلك أنا أنا الآن مش مطمن خير يا مولاي مصر مصر يا مقدنيوس مالها مصر جلالتك للأسف مصر بعت حالتها مش مستقرة خاصة في الأيام الأخيرة أنا سمعت يا مقدنيوس إن في مجاعة ممكن تحصل الحكماء الحكماء هم اللي قالوا كده خاصة إن نهر النيل العظيم ما بقاش يفيد للأسف ما فيش محاصيل يا مقدنيوس مصر بتموت طب وإيه الحل جلالتك إحنا لازم نتصرف قوان ما فيش قدامنا غير حاجة واحدة بإننا نصلي نصلي والسيد المسيح مش هينسانا وما تنساش الصليب إلا أنقذنا من الهزيمة في الحرب ومي أمي الملكة هي لانا أكيد برضو هتصلي من أجلنا ربي وإله يسوع المسيح ابن الله الحي الذي خلق السموات والأرض والأنهار بارك يا رب مياه الأنهار في هذه السنة وبارك اكليل السنة بصلاحك يا الله في الحقيقة أنا دعتكم النهاردة بصفتكم حكماء الإمبراطورية العزمة دعتكم علشان نحتفل أيوة نحتفل كلنا بفيضاء نهر النيل العظيم مصدر الخير في مصر ولنشرب جميعنا من عصير الكرمة هذا نخذ فرحنا معا وانتهاء المجال يعيش الامبراطور كستنطين يعيش الامبراطور كستنطين يعيش الامبراطور كستنطين يعيش الامبراطور كستنطين يا رب احفظ كنستك من العدو الذي هو إبليس يقول ملتمسا أن يبتلع كدسيك كأسد زائر احفظ يا رب تعليم كنستك الكبطية الأصيلة كما علمتنا إياها وعلمت تلاميذك أيضا لقد علمت يا رب أن هناك من يريد تخريب الكنيسة لكنك قادر على أن تحفظها من يد العدو وتطرد أعداءك من بيعتك المقدسة لا تخفي أن تنس الله قادر على حفظ كنستك كمل يا بوني سكت ليه؟ تكونش الحدوطة خلصت يا بوني؟ خلصت؟ طب إزاي؟ ده في حاجات يامة لسه معرفنا هاش أيوي وكلكم وحكاية تخريب الكنيسة ديكم تاني حاضر حاضر صبركم علي شوي أنا هكمل حال؟ مش قبل ما تشعب كباية الشاي اللي في الخمسينة من أيدي خدمك شحاتي سكرك إيه يا بوني بوليس؟ لا من غير سكر خالص مرة زي اللي حصل أيام حامل إيمان زمان فليتمجد اسم الرب الإله الذي أنقذ كنيسته المقدسة من الهلاك والغرق في بحر مظلم من البدع والهرتقات المنافية لتعاليم الكنيسة السيد المسيح أنقذ الكنيسة فعلا والروح الكدس اتكلم على لسانك الفصيح يا أساناسيوس فعلا أنت تستاهل أنك تكون حامل إيمان بس تفتكر أن الأريوسيين هيكتفوا بكده؟ ما افتكرش خاصة وأن زعيمهم والرأس المخطدة لكل ده هو الكس اللئيم أريوس المعركة انتصرنا فيها لكن لسه الحرب وإن كان أريوس شيطان مضلل فالرب وحده هو القادر على منع من تغيير عقيدتنا في المسيح وإيماننا السليم وأنا وأنا مش ممكن هغمض عين ولا ارتاح إلى لما أقضي على كل الأريوسيين والأريوسية كلها في كل العالم اتهزمنا يا أريوس اتهزمنا ودي سنين كتير مرت وما فيش حاجة تغير لا أطمان أساناسيوس بقى البطرق بعد نيحت البابا أليكساندروس أخياني أيوة أخياني الكنيسة فيها أخياني أنا أنا مزهول إزاي يختاروا واحد زي أساناسيوس ده عشان يبقى بطرق على الكنيسة وعليه أنا أريوس بطل الكنيسة يعني إيه خلاص يتغلبنا أساناسيوس قدع علينا حطمنا لا مش بالسهولة دي انتوا فاكريني أنها سيبو لا لسه لسه الحرب من أنا دقتش وأنا هو وأساناسيوس قاعد على الكرسي والأيام بيننا أيوة الأيام بيننا يا أساناسيوس الأيام بيننا يا أساناسيوس هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها انت جيت يا مبارك ايه مهلك يا مبارك اتأخرت ليه المعارضة الظهر انك كمان بعين عليك عجزت وتعبت بعيد الوقت اكتر من سبعين سنة كل يوم في نفس المعاد تجيب لي نص خبزة زي دي اشكرك يا اله اتعجب من قدرتك اللي غيرت طبيعة الحيوان والطير من اجل ما بدي اسمك الكدوس يا رب انقذ الكنيسة واحمل بابا اساناسيوس انصره على اعداء الكنيسة وايوس الشرير وكل اعوانه وحيالهم المضادة ومن ابليس اللعين كان الانبابولا سنه وصل مئة سنة تجريبا وقتها وفي نفس الوقت كان الاريوسيين لسه بيخططوا عشان يدمروا الكنيسة ويتخلصوا من البابا اساناسيوس وده في مجمع سور سنة 335 ميلادية العالم اصبح ضدك يا اساناسيوس وانا ضد العالم من اجل محبة المسيح رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة للمسيح يسوع ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا الى الجحيم يا اساناسيوس الى الجحيم مش هيفلت من ايدينا المراتي وبعد ما كل الرغبان اتبعنا المخلصين وقعوا بالحكم على ان البابا اساناسيوس مزنب وكافر وخرج عن الايمان والفكر الاريوسي الصحيح يبقى مش هيفلت من ايدينا انا بريق من انتوا بتعملو ده انا مش ممكن انافع على المهزلة دي اسكت انت انتوا موافقين على عزل اساناسيوس من كرسي وان الاسكف يوحانا اركان هو اللي يتولى منصبه وانه يتم اعلان ده لكل عصقفة العالم موافقين 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 ليه ده معدولش مين الوافين هناك ده نقرب ونشوف يا مولاي ايه في ايه مين ده ماخدونيوس ده جلالة الامبراطور البابا اساناسيوس على فكرة البابا بقاله 8 ايام بيحاولوا يقابل جلالتك لكنه مقدرش بسبب انشغال جلالتك في امور الامبراطورية والحكم اه مفهوم مفهوم طيب بعدين بعدين لكن لكن يا مولاي بعدين بعدين يا اساناسيوس انا في الحياة عبان دلوقتي ومش هادر اسمعك يو افسح الطريق الامر خطير يا جلالت الامبراطور ولازم تسمعني اسمعوا يا مولاي يمكن فيه حاجة مهمة فعلا خير خير يا اساناسيوس مجمع صور جلالتك اللي نعقد من ايام بالتحديد يوم 11 يوليو ما له المجمع المقدس مجمع الخيانة والمقر يعني زي السيد المسيح باعوا يهوزة لليهود بتلاتين منفض سلم الاريوسيين كنسة المسيح للبدع والهرتقاط والتمن والتمن رخيص جدا نفاق ورياء وكبرياء كنسة المسيح في خطر وده يخليك يخليك يا جلالت الامبراطور تنزل في الامر من اجل حبك في المسيح معهولة معهولة اللي انت بتقوله ده يا اساناسيوس كل ده يحصل من غير علمي للأسف يبقى احنا لسه في صراع وانا لازم اضطر على كل حاجة حصلت في المجمع ده وقراراته كمان وهو ده الوقت المناسب مولاي الاسكوف يوسابيوس اللي جلالتك امرت باحضاره دخلوه امر مولاي مولاي العظيم الامبراطور قسطنطين اهلا يا يوسابيوس وصلتني اخبار سيئة عن حالة الكنيسة وعن مجمعكم جلالتك لازم تكون بتقصد مجمع صور؟ بالضبط كده البابا اساناسيوس جالي واشتكى مر الشكوى من سوق معاملته وعدم احترام المجمع لي اساناسيوس شوف يا جلالت الامبراطور ووحكم بنفسك المجمع حاكم على اساناسيوس بينه متهور وغير قادر على قيادة وتحمل مسئولية الكنيسة وطبعا ما حدش يقدر يشكك لحظة في مصداقية المجمع المقدس وده كان بموافقة الجميع اهم من كل ده واللي جلالتك ما تعرفوش ان اساناسيوس اعلن الحرب ضدك ماقول مستحيل اللي انت بتقول ده ايوه يا مولاي اعلن الحرب وهدد بانه هيقطع ارسال الامح من مصر للقسطنطينية ايه رأيي مولاي دلوقتي لا لا انا انا مش مصدق هزاناسيوس ده خطر عليك وعلى الكنيسة الكنيسة يا مولاي والامبراطورية كلها ايه انا انا محتر طب قولي قولي يوساميوس تفتكر انا ممكن عمل ايه شوفي انا مولاي اسحنا ممكن يعني انظر يا يوساميوس اعمل ايه اعمل ايه اعرفت اللي хصل للبابا منافه البابا خارج مصر يا ولادي احنا دورنا مش هيقل اهمية عن دور الاساقفة اللي في مصر اللي كانوا وقفين مع البابا مش عشان احنا رهبان يبقى ننعزل ونترك المسيحية الضيع ونوقف نتفرج الاريوسية بتهدد الكنيسة وهنعمل ايه يا ابون انا عن نفسي هنزل من الجبل ارشد ولادنا وعلمهم وسلمهم عقيدة قوية في المسيح وان السيد المسيح هو كلمة الله ابن الله الحي الذي كان في البدء قبل كل الظهور الرب معاك يا بانا ويساعدك ويحافظ عليك وعلى الكنيسة ان كان الله معنا فمن علينا يا رب يسوع اعني اعن ضعفي اسندني بيامينك ولتكن مشيئتك ان كان الرب معنا فمن علينا اظهر عجائبك يا الله واقف مع البابا اسانسيوس واحمي الكنيسة من الاريوسيين ترى في اريوس اكتر حاجة تعجبني فيك ايه 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 جلالتك فصحتك فصحتك يا اريوس ليه قدرة عجيبة على الاقناع اما اسلوبك في الحوار فهو فلسفي انا مجرد تلميس صغير لمولاي العظيم يا طرى تعرف اريوس انا مهتم بيك ليه ليه جلالتك اختي اختي وصتني عليك وهي على فراش الموت وطلبت مني اني ارعاك واهتم بيك وليما هو بنفس وصيتها انا يهمني رضاك يا مولاي رضايا هو انك تشيل من دماغك كلامك وافكارك اللي انتمالي بيها الكنيسة كلام مولاي الامبراطور اوامر وصيف على رقابتي قولي يا اريوس سمعت عن الراهب المتوحد في الجبل ده اللي اسمه انطونيوس اه ده اللي بيقوله عليه ابو الرهبان والبابا اساناسيوس كان من تلاميزه اه علشان كده بقى هو بعت لي باكتر من رسالة بيطلب فيها رجوع البابا من المنفى انا كمان سمعت انه ساب الجبل وهو موجود دلوقتي في اسكندرية بيعلم ويعمل موجزات مهم يا مولاي انك متوفيش ابدا على ارجوع اساناسيوس في الحقيقينة اني اكسن 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 بيه اكسن بالله الحي ان كل ما كتبته كان عن ايمان وفي يوم كان اريوس رايح عشان يعمل جداس في الكنيسة وفي از انتصار وفرحه انتجم منه ربنا وجزاء حسب اعمال احشاي احشاي اتخرج مني من كذوني بطني الم شديد احشاي 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 مش ده ابو انتونيوس ايوه صحيح مش قلتلكم يا ولادي مش قلتلكم ان السيد المسيح مش ممكن ابدا يسيف كينستو هاريوس يا ولادي نلعقابه من الله واندلعت احشاي خارج جسمه اما البابا اساناسيوس رجع من المنف انا سمعت ان اسكندرية كلها خرجت تستقبله مصر كلها فرحة برجوع البابا من المنفى سالما الرب معاه ويقويه على الحاجات الكتيرة اللي جاية يا ترى في حد سكن البرية دي كلها قبلي لا مافتكرش انا اول واحد سكنت البرية دي مش معقول يكون في حد غيري اقدم منك يا انتمس يا حبيبي هو ذا واحد يسكن البرية وهو مختار بالاكثر وهكذا العالم كله لا يستحق موت قدميه ولأجله ولأجله مبارك الله الارض وتعطي ثمرها ويفيدني حي هو مبارك يا الهي ان عبدك لا يعود الى الوراء هو لا يرجع حتى انظره أنا أنا لازم اشوف لكن هو فين اروح له فين فليرشدني الرب الذي اظهره لي هيا يا بول وبعدين فضل الانبى مطنوس باشي كتير جوي واخيرا يا رب ارحمني انا الجيني من حياة الابليس وتجاربه يا ابي طلبت فاعطيت لي سألت واجدت كرعت ففتحت لي افتح لي يا ابي ارجوك بقى لتسعين سنة اشوفتش وجهي انسان اشكر الرب اللي ارشدني لك اسمك ايه يا ابي كنت متعرفش اسمي يبقى تاعب نفسك لي ومشيت ايام طويلة عشان تيجي هنا طوباك طوباك يا انبى بولا وطوبى لي ايضا هنقبصر بولس الثاني وليه انطنيوس اخبار العالم ايه نشكر الرب كل شيء على ما يرام البابا اساناسيوس عامل ايه دلوقتي مش احسن برضه من بعد رجوعه من المنفى طوباك يا ابي ان الرب يرشدك بامور العالم واحواله رب لي راعي فلا يعوزني شيء دلوقتي بس عرفت وتأكدت انك رجل الله تعرف الغراب ده بقى له اكتر من تمانين سنة يجب لي كل يوم عند الغروب نص خبزة اما اليوم فأتب خبزة كاملة ليه وليك الرب يبركك يا ابني الرب يبركك تخد اقسم الخبز يا انطنيوس لا لا يا ابي مش ممكن اقسم انت طيب ربنا وإلهنا ومخلص نفسنا اقسمه على المسيح الذي تخرج الخبز من باطن الأرض وتطعمنا بطعامك السماوي وتخرج الماء من الأرض لتروينا بالماء الحي الذي لا نعطش منه أبدا كن معنا ونجينا واحفظ ابني انطنيوس من تجارب العدو باركه وحل فيه مع السلام الرب يحفظك يا ابني اشكر الرب يسوع انه سمح لي وحدي اني ارى وجهك الطباوي ارجع يا انطنيوس وقاتلي الحل اللي كان لبابا سناس يسدها لك عشان تكفن بها جسدي بسرعة يا ابني ما اتوقفش كده انا زماني اغرب جدا يلا ما فيش وقت يا ابي يا ابني لسه مش بعتش منك ولا من وجودي معاك لسه عايز اتكلم معاك في أمور كتيرة جدا ما فيش وقت يا اخوين يلا يلا عشان دول قربوا يقتب لي خلاص مع السلام 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 يا ابي السلام تباك يا بولا فها انت قد اكملت جهادك وهذا هو معاد عرسك السماء فتكون مع اليوم بين احضان الكديسين وهو زلنا الان تطوبك يا سائر الاجيال الى المبل هيدا طباك طباك يا ابي الكديس العظيم الان بولا فقد استحققت ان تكون اول سواح وها انت الان مع رب المجد يسوع بين احضان الكديسين مع اولا ابي الان بابولا انت هنا بتصلي انا افتكرت ان انا رجعتم معايا سهوب البابا اساناسيوس ابي يا ابي ابي اذكرني يا ابي في المساكن العلوية يا رب ارشدني وساعدني ان ادخن في الجسد الكديس تعالوا احفروا بنا كيفاني ملك و لا جعل السماء تشعر انتكلي من بعد طاعم الان ملك و انتكلي ملك و لا جعل السماء تشعر انتكلي من بعد طاعم الان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة